اخوتي اصحاب المنصة اخوتي اصحاب المنصة اخوتي وجدهمهم قليلة البصلة و قليلة الريحة و قليلة السوارت حتى يطيحوا لي منصطح مرة مرة اخوتي اخوتي اتبع الكذاب احترال باب الدار والذي لديه دليل كذاب دعوكم معي في هذا الفيديو اخوتي و ديروا حزام السلامة ونتمنى انكم تتبعوا الفيديو من الاول الاخر لكي تعرفوا الحقيقة اليوم سوف نفرش الكذاب كل شيء سوف يتفرش اليوم بالدليل السلام عليكم اخوتي الازاز كنتمنى تكونوا بخير و على خير و بأتم الصحة و العافية لانتم ولا الناس نزاد عليكم كنتمنى من المهمات ديالي اخوتي اخوتي اخوتياتي اعطوني اللايكات ديالكم و دوروا لي التعاليق والبرتاج الى جاءت على خاطركم الله يكبر بكم اخوتي الازاز سوف نسمعكم سوف نسمعكم واحد الاوديو الاخت مريم الاخت مريم صديقة لسوعات جوهرة مغربية اللي كما تعرفون نيد عليها الضجة دابا كل واحد و شنو يقول تحيي لجميع القناوات كل واحد و شنو يقدر المهم انا سوف نوضح واحد الصورة و كنتمنى اخوتي كنتمنى ان الميساج يوصل الى بلاس خرجت عيشة الربالة قلت انها تعرف مريم عام هذا عام و هي تعرف مريم هذه النقطة سوف نوضحها من بعد قلت لكم على ان مريم ضد سعاد في هذه القضايا و هذه الشيكاية و هذه الشيكاية كل شيء سوف نجاوم عليك انا اتواصلت اليوم مع الاخت مريم بحكم انا انا اعرفها لا نكذب عليكم انا كنت اتطلع معي بلايبات و كنت اعرفها شيء و تقريبا من بلد موضوع السعاد و لكن كانت تقطع بناتنا التواصل الى واحد المدة و لكن انا اتطلعوا الى واحد المشغول و لكن انا لم اسمع تطلع هذه الجنايدة كاملة و هذه الشيكاية انا اعرفها لان كنت اتتواصل معي كانت ضد خرجت السعاد و كانت تقريبا سعاد و هم يقولون ان السعاد كانت تدفع سعاد لها و هي الحضرة السعاد و هي كان ضد بكريشة ضد بكريشة فش ضد بكريشة في تصرفات و و كان حد خرجتهم ضد السارعة و تقولون ان مريم مع السريعة و ضير اليد مع السبب و最后 انا اضعها منصة و انها التواصل مع السريعة و تعيض للسارعة و Parlой يقولون ان نصد نفسها و 2021 كانت عام هذا و هي كتواصل معك عام هذا وهي تتواصل معك ولم تتواصل معك نهار خمسة في شهر ثلاثة كانت أول تواصل وهو نهار خمسة في شهر ثلاثة من بعد تقطع الاتصال حتى المؤخرا عادوا قعد شيء لحسب أنا حتى نشوفه أنا كلما كان عندي الدليل لا ننظر من فراغ والسيدة مريم أنا كانت تقفى مريم أنا كانت تقفى لأن فعلا كانت تقول سعاد مثلا ما تدير شدك الخلاجات سعاد رضي بالك هذا الشدكين أما كنت تقفى لأنني سمعت القناوات كل شيء يخرج يقولون أن هذه هي غادرات السعاد والدارة للسعاد فعلا كانت غارات كبيرة من التواصلات مع واحدة القناة التي تضرف سعاد من حقنا نشكه من حقنا أن نبحث عن شكل هذه المريم التي خرجت سعاد في هذه الحالة ما هو الغارات من حقنا ومن حق الناس التي لا يعرفوه قالت الإنسان لا تعرفه حتى تجربه الناس التي لا يعرفوه من حقها ينتاقدها جميع القناوات غير هي لا يكتبون عليها ولا يلقون على الباطل ولا ينوضون بعض الناس يعلقوا الشماعة على هذه المريم سأرى ورقة الغرب يلموت مريم رأى ما هي أختي ما هي ابنت خالتي ما هي أي شيء سأسمعكم الأوديو المريم أن السيدة عيانة مريضة بثير فعلا سأسمعكم الأوديو وما زال في هذه اليومين سأتطلع معي لايف وتوضح شيء سأسمعكم الأوديو سأوضح لكم كيف كان ياسين سلام كدير لبس عليك بخير ترك عارفك أنا در معك بسيز ودروفي ما تسمعش لي موهي أنا باش غاد أنا أوديو أوديو ما غاديش يبرد القلم بعد سبره لي أحد يومين وليش شوية يفوتنا قوية الكريز إن شاء الله سأتطلع معك في لايف سمعتيني؟ نتطلع معك في لايف ونوضح كل شيء كل شيء نوضح في لايف فهمت أخوتي باش تعرفوا مريم مريضة حتى لو توصلت مع مريم قلت له مريم أشهد الشيء أشهد الشيء أشهد الشيء واش نتيب الصحكة حتى أنا واحد القضية للأمانة مريم حتى لو عرفت هذا الشيء في هذا الشيء أنه كدوب لأن مريم قبل شهر ثلاثة كانت تسويني أنا على النمرة للربالة كانت تطلب من النمرة للربالة وكذلك عندي حتى لو كانت عني لك ساعة أخذتها من القناة أو لجاتها من القناة للربالة من شيء طيب أو لجاتها من النمرة من تمها لنجاتها من النمرة أنا من نسمة هذا الشيء يقولون أنها عام ومتبت القادية للصديق المشترك الناس الذين متبعوا الموضوع رغبت من شهر ثلاثة غير مؤخرا يعني مريم لماذا أخذتها؟ لماذا قلت لها؟ لماذا القادية للأستاذ الروقاني؟ قلت له بغانت بسعاد الأستاذ الروقاني لماذا أخذني؟ لأن السعاد في المجتمعات في السعاد تقهرات ضرورة مادية لا تسمع السعاد لديها عدة قضايا وماذا خسرات الفلوس فعلا لن تسويله أجرد الطبيب السعادية التي تضعطها فهم المدفع فهم المحاكم والشيكاية والإجراءات والتفريغات فعلا هذا الشيء يكلف سعاد قلت لها فعلا قلت لها لماذا قلت لها مريم؟ قلت لها قلت لها ممكن تبدل الأستاذة ليس شخصا محامين يكون رخيصا أو لهادي ما قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها السعاد قلت لها سعاد رخيصا سعاد قلت لها سعاد قلت لها قلت لها من وجودها مريم حرشتها ومريم بعيدة كل الكل على التصرفات المؤخرة التي يقومون بسوعد سوعد المشترى لديها وقالت لديها سوعد عياد وقهرات سوعد عياد وقهرات من هذا الشيء يجب أن تنازل ويجب أن تحبس هذا الشيء من ناحية المادية ومن ناحية وليداتها ومن ضغط مع فاطن الزهرة وماذا في اليوم ستخرج مريم وتوضح فهمته لأنه لا يمكنه ويجب أن يلحش الباطل أعام ويجب أن تتواصل معكم يعني هذا لأنني كنت تتقدر سوعد ويجب أن تكون قناة قناة قد يجب أن أعرفه ومن حقهم أن جميع القناة قد يجب أن أعرف مريم سنسمع أن أحد السيدة كنت تتواصل مع طرف الآخر ومصاحبة مع سوعد سنقول لك أن أخذر وقع لك أي شيء وكيف أخبار تخرج عندها إذا أخوتي أنا كنت أعرفها فعلا ورلعته أنني لم أعرف الموضوع لديها مريم بكثير فعلا وبالعكس كانت تقول لها كيف تدافع على سوعد ودافع على سوعد وساعد الله يجب حقها بالعكس تدافع على سوعد وهي ضدها ضد هذه الشيكاية وهذا الشيء لأن سوعد عيات القهرات كتبال للسوعد تشكي عليها بكثير أنا عيش وأنا هذي وأنا المحاكمة خيتي وأنا هذي كتاسافي ضد هذه الشيكاية أما السوعد يجب أن تحبز لكي لا تفرض لديها شيء ما شيء يتحكم في سوعد بالعكس رأي فاقصها سوعد رأيك تنبه سوعد وضع فلوغات مع وليداتك السوعد وضع روتينات مع وليداتك السوعد لا تخرجيش حتى قال لك حقرة خرجتها صاحبتها يقولون أن مريم هي تخرج سوعد بالعكس لم يكن هناك شيء لم يكن هناك شيء مريم ستوضح الاتصالات التي كانوا يقولون أنها تتواصل مع السريعة كانت تحدث سريعة أنك تضع تواصل مع هذا المريم قبل أن تتواصل مع الروبالة قبل أن يكون هذا التواصل مع الروبالة والذي مؤخرا كانت تحدث أنك كانت تتواصل بينك وبين هذا المريم ستتوضح أنا أغيك أقول لك في أشنوكين أشنوكين أخوتي كانت تحدث سريعة تتوضح وتتوضح هذا شيء أنك تتوضح الدليل أنا لدي المريم لماذا تتواصل مع مريم قبل شهر ثلاثة هذا العام لا أعقل شيء أنا واثق من الكلام التي أقول لكم لم تنظر من فارغ تواصلت مع مريم كما تتواصل مع مريم لا أعقل شيء نستفصل لأن الكثير من الناس يقولون خرجي خرجي السيدة فعلا عيانة كثيرة مريضة يا ربي من حق المتابعين يسولون غيهيا لا نظلم واحد إنسانا لا نظلمه لا نلوح على الباطل لا نرى أن يكون هناك قادية كل شخص يطلع كل شخص يطلع كل شخص يطلع كل شخص يطلع تهامة على هذه البنت لا 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 أخوتي نرى أن نرى أن نظلمه شيء على السعادة ماذا دفعت على صديقة هذه القراءة وهو يعرف عنها كيف مهما عرف أن صديقة لا تزيد تهد وعندما أشخدها صغيرة وعندما أخذت مفاة بطيق المنا وعندما يخرج هذه الأخت مريم تقريبت كيف فقط مرد Blog لا تطلع فقط تتجل مرد ما نتكلم لانتظاه وكان ينل كيف ويقولوا، باني وواجهي باني وواجهي، رغدا تواجه، ليس خيفة من المواجهة ولا شيء، سيكون لكم قطرة عيانة ومريضة وكانت حداكم أنكم لا تتصلوا بمريم ولم تتجريوا للتنازل لانكم أردت التنازل السريع لكم وانتظروا حقاس، وعادت تجريوا، وقد تتجريوا، والتنازل، والصديقة وانتوا أردتوا أنكم أظهروا أن أصبح أصحاب من الصالح الذين يجريون مريم أردت مريم أردت أن يزيدوا ويغرقواها أين سنبدأ؟ أين سنبدأ؟ أكدوبكم؟ أين سنبدأ؟ أين سنبدأ؟ أعجبكم؟ أعجبكم على السواءات وتفرقوا سواءات مع كل شيء ثم ننضع هذا مريم عادة وتنظر إلى الموضوع المهم ونصد لكم هذا الموضوع مرة هذا الموضوع سيقوم بكثيرا مرة سأعرفوا الحقيقة كاملة وكما أخيتي، سأتبرى لا يوجد أي شيء من أجل المشاهدة أمني أخير مريم لأنني أعرفها صح المعرفة. كما تعرف أن الإنسان سأقول لكم تكذب. أنا كان عارفاً جيداً. مريم صادقة. مريم وقفت مع السوعد. ولكن ماشية. ماشية اللي طلقت السوعد من بوكريشة. نوضي الطلقة من راجلك. رجع الراجلك. مهم أخوتي. كل واحد من حق جميع القناوات. أنا كنت أصحب منصة لك. أنا دباب أصحب منصة. أصحب القناوات اللي معنا من حق الجميع. مع احترامات لكم كاملين. أنا كنت أكتب بلاستكم. سأقول نفس الحقيقة. أنا لم أكن أعرف كثيراً. ونحقكم تهضروا. نتأكدوا. لأنكم بغل المصلحة للسوعد. أنا كنت أكتب بلاستكم. سأقول نفس الحقيقة. لكن أحد كان أعرفها. قال لك. الذي عارف الحقيقة. سيقول الحقيقة. شهادة حق. هذا يغي شهادة حق. لما تخلص. لماذا؟ قسمنا بالله لشهادة حق أخوتي الأزاز. وفي هذا اليوم إن شاء الله. سأتبه الحقيقة كاملة. نتمنى أنكم تدعمها بالشفاء. الله يشافى يا ربي. الله يشافى. وتحيي. يتلكم أخوتي الأزاز إلى فيديو قادم إن شاء الله.